اشتركوا في القناة وبعد ثلاثة ايام عن احداث بني زناسن استأنفت المحلة طريقها نحو فاس حيث توقفت بعض الايام في وجدة وكان السلطان قد التقى ببعض الضباط الفرنسيين على الحدود المجاورة حيث وضع امام السلطان فوج استعراضي من الجنود الاجانب انبهر به وبإتقان حركات وسرعة انجاز تداريبه تحت تعليمات رجل واحد في انضباط تام وصمت مطبق فصاح السلطان هكذا اريد ان تشتغل افواج جنودي فعمد مباشرة بعد الاستعراض الى الطلب من ممثل الحكومة الفرنسية ان يمده بمدربين عسكريين لافواجه النظامية من اجل الافادة من خبراتهم في فن الحرب وقد تم هذا الاتفاق في وقت كان فيه بعض الفرنسيين مع رجال المخزن يعملون على رسم وتحديد الحدود بين الجزائر والمغرب حيث تمت المفاوضات في جو يسوده تراضي وارتياح الطرفين حيث تمت المفاوضات في جو يسوده التراضي وارتياح الطرفين بعدها استأنفنا الطريقة نحو فاس وقد تدارس مستشاروء السلطان كثيرا قرار السلطان بجلب مدربين عسكريين فرنسيين مذكرينه انه سبق ان ارسل بعض المغاربة الى جبل طارق ليدربهم الانجليز على المناورات والرماية ثم ان برجوع هؤلاء الشبان المدربين سيتمكنون وبسهولة من تدريب الافواج المغربية وبهذا لن يتمكن الاجانب المتمركزين بجوار المغرب من معرفة الحالة العسكرية للبلاد فنادم السلطان على طلبه هذا محتجا بانه كان نتيجة لما تعرض له في قضية غياثة لكنه اضاف بان الوقت قد فات لسحب موقفه الملكي وبانه سيتدبر الامور من اجل ابعاد القادمين الجدد عن العواصم ومركزتهم في الرباط مثلا وخلال اقامتنا بعض الوقت في فاس طلب السلطان باشا فاس الجلال بن حم وقال له اريد بعث محلة استطلاعية لناحية تطوان وطنجة فبما تنصحني فاجابه الجيلاني الوقت غير مناسب سيدنا فالامطار على وشك النزول في فصل الشتاء والبرد قارس بالجبال مما يجعل عدد احيائنا قليلا واعلموا ايضا انه ستكون هناك ضطرابات في الوحدات التي ليست متعودة على التحرك في مثل هذه الفصول الصعبة مما سيجعل عددا كبيرا يفر من الجندية ثم انه اذا هاجم المخزن جباله فانه سيكون مضطرا للتراجع لهذا الافضل فصل الربيع او الصيف من اجل انجاز هذه العملية حسنا قال السلطان اشكرك يمكنك الانصراف ثم سارع السلطان فورا الى طلب وحدات من القبائل المخزنية وهكذا جمع حركات دكاله وعبده والشاوية والغرب فلم نكن نرى سوى المحاربين حول باب السجمة وبعد جمع كل الوحدات ثم نقل المعسكر الى باب الكيسة الذي يصل كما يعلم الكل الى طريق تطوان وطلب السلطان من جديد بن حمو وقال له تعلم جيدا اننا في مشاكل دائمة مع جباله فهم معارضون رافضون لكل سلطة حكم ولا احكم قبضتي عليهم ولا تجهل ايضا ان هذه الجهة هي مدخل طنجة بالنسبة لنا ثم انه من هناك يمكن ان تأتينا المشاكل مع النصارى فرغم الطقس المضطارب لا بد ان تتحرك محلتنا وقد طلبت نصحك انت لانه ليس لدينا اي احد في المخزن يوازيك مرتبة ثم انني اعتبرك احد ابائنا الاكثر حبا عندنا فقل لي بصراحة موقفك من مثل هذه البعثات فاجابه الجيلالي بن حمو اكرر لسيدنا بان الوقت غير مناسب ولا اعتقد ان السلطان يمكن ان يقدم شخصيا على حملة مثل هذه في الوقت الراهن حسنا قال السلطان اذا كنت تعتقد انه لا يمكن ان اذهب شخصيا في هذه الحملة فاني اكلفك بان تختار لي من ضمن قوادنا احدا مقتدرا على انجاز مثل هذه المهمة السلطان اعلم مني ما دام الامر كذلك سافكر في الامر كانت هذه المحادثة صباحا وحوالي الساعة الرابعة مساء جاء مخزني في طلب الجيلالي بن حمو وبوصوله الى القصر ادخل الباشا الى السلطان الذي قال له لقد فكرت في الامر ولم ارى سوى حلين للمشكلة التي تشغل بالنا فاما ان اذهب انا السلطان في الحملة لكن ما دمت لم تستحسن خروجي نظرا لما قد يواجهني من مخاطر فاني اظن وهذا هو الحل الثاني انك انت من سيأخذ مكاني فانحن الجيلالي قائلا حسنا سوف اذهب وفي اليوم الموالي اخذ باشا فاس قيادة المحلة وصل عبر الطريق المعتادة لجبل كبكب الى جباله مرورا ببني ورياغل وبني زروال مسكيلدة وبني مستارة لقد كان عدد الجنود مهما حوالي 15 الف رجل بما في ذلك الافواج النظامية وكان قد جاءت وحدات القبائل بقوادها الكثيرين حيث كنا نرى العباسي وبن عودة من الغرب ومبارك وعبد الله بن شليح من الشراردة وشراغة مع ابن الزنزون وبني حسن والخلوط مع العواد والعربي الكحل والحاج عبد القادر بن خدة وبني مطير مع رحو ولد ماما وقروان مع رحو ولد رابح واي تيوسي مع محمد اطالب وغرب سايس مع ولد الحمرة والحيينة مع اربعة قواد نسيت اسمهم لايهم فوصل الجميع الى اطراف ورغة وسط القبائل المتمردة فكنا نعسكر ونتراجع بعض الشيء ونتبادل طلقات الرصاص وكان سكان الجبال الذين ادركوا انهم لن يستطيعوا الصمود امام هذه الجحافل التي تحتل احواضهم قد قرروا الاستسلام والخضوع ثم اصبحوا يعطوا النقود المطلوبة منهم والقطعان ابقار واغنام والخيول والبغال ولا اظن انه كان هناك قتلى ولا رؤوس مقطوعة وعندما ثم هذا الاخضاع بعثت الغنائم والضرائب تحت الحراسة الى المخزن مع طلب التعليمات من مولاي الحسن الذي كتب الى الجلالي بن حم قائلا اطرق الان الجبال في هدوء واحمل معسكرك الى اهالي فحص ناحية طنجة حيث اعلمت ان الطرق مقطوعة وان القوافل لم تعد تستطيع التحرك بين شمال وجنوب مملكتنا فانطلقت المحلة نحو فحص وارجعت الامور الى نصابها واستطاعت القوافل التي كانت تنتظر ان تتحرك في كلا الاتجاهين وعندما علم السلطان بالخبر كتب الى قائد المحلة مهنئا بالنجاح التام الذي كللت به العمليات المنجزة والتي تمت دون اراقة اي نقطة من دم المسلمين وانه لم يكن ينتظر منه ان يكون بهذه الحصافة والتجربة ولمكافأته عن الخدمات الجليلة التي اسداها للعرش عينه باشا على طنجة وخليفة سلطان على كل هذه الناحية لم يكن الحاح السلطان على الحاق الجلالي بن حمو بطنجة الا خطة من السلطان من اجل ابعاده عن فاس باعاز من سي احمد بن موسى ابن الوزير الاول الذي كان يحضى باحترام كل اعيان المدينة وانهى السلطان رسالة التولية لابن حمو بقوله لا تنسى ان بطنجة وزراء القوات الاوروبية الذين لهم مكانة قوية ويستطيعون التقريب بين دولنا وقد فوضنا لك الامر في التفاوض بشأل مصالحنا بتعقل ورزانة ومن اجل هذا منحنا كمنصب ثقتنا هذا واستطاع السلطان بهذه العملية الذكية ان يبعد شخصية بدأت ملامح خطورتها تظهر في فاس ويحلها في طنجة محل الباشا الفعلي سي احمد بركاش ابس عبد الرحمن بركاش الذي كان باشا الرباط الذي كان يؤاخذه عن كثرة موالاته للانجليز باعطائهم امتيازات في انشاء المقاولات بطنجة وهكذا اصبحت مهمة الجيلالي بن حمو مراقبة بركاش ثم رجعت المحلة الى فاس بعد ان استخلصت الضرائب من قبائل المنطقة استدعى السلطان الى القصر اعيان المدينة بما فيهم خليفة الباشا المسمى احمد الرايس الذي كان ينوب عنه في غيابه وقال لهم ان الباشا الجديد الذي عينته عليكم هو السعبد الله بن احمد ابن اخ وزيري سيموسا وهذا هو خليفته مشيرا الى الرئيس ثم ان وزيرنا في الحرب هو السلعر بالجامعي بدل السعبد الله علي ان اخبرك ان ام مولاي الحسن هي اخت سيمحمد الجامعي وقد كان مولاي الحسن يحترم امه كثيرا بل كان يمدها بالرسائل التي يعطيها اياه الوزير الاول الحاجب سيموسا مراجعة نظام الجند وبعد مرور مدة وجيزة عن هذه الاحداث ربيع 1878 رجعت المحلة مع السلطان وكل المخزن الى مراكش عبر الطريق المعتادة مكناس الرباط وفي نهاية هذه الرحلة توفي السيموسا فاصبح محمد ابن العرب الجامعي وزيرا اولا وحل محله في منصب العلاف او وزير الحرب اخوه سيمحمد الصغير وهكذا بدأ نفوذ الجامعيين يتسرب الى المخزن وقد اقام السلطان سنة بمراكش مع حاشيته وقد كانت هذه الفترة سيئة لانتشار المجاعة حيث مات عدد كبير من الافراد والقبائل من الجوع والحمى ولم يكف السلطان عن مراقبة تقدم جيشه حيث كثر الحديث في هذه الفترة عن طابور او فوج الحرابة بقيادة ضابط صف انجليزي هارب من الجندية من جبل طارق يسمى هاري ماك يشرف على تكوين محلي لمدربين كانوا يبعثون فيما مضى الى مدارس والى جبال طارق نفسه وقد كون هذا الفيلقة برجال مختارين من مختلف القبائل يرتدون بدلة حمراء وسراويل فضفاضة من نفس اللون وعمائم بيضاء حول الشاشيات وجوارب بيضاء واحدية غليظة اما سلاحهم فكان لكل جندي بندقية انجليزية او بلجيكية او اسبانية وحربة معلقة الى نجاد ابيض عريض مع كنانة وقد كانت الاطر مكونة من قبل افراد التجريدة المكونة بجبل طارق اما الضباط السامون فكانوا يحملون مثل رتب الانجليز ويتمتعون بتغذية جيدة او يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم بفضل تأثير قائدهم ماكلان الذي كانت بدلته تشبه تقريبا بدلهم لكن مزينة بخيوط ذهبية على الطريقة التركية وقد كان مولاي الحسن معجبا بهذا الفيلق حيث يتابع نشاطه وتطوره بقيادة ماكلان باهمية كبيرة وسيجعله في مرحلة لاحقة حرسه الخاص وبعد مدة وجيزة من ذلك رغب السلطان في خياله مدربين بنفس الطريقة فجمع ثمانمائة من الرمات يرتدون نفس البدلة لكن عاريي السيقان وببلاغي أي احدية دون كعب مسلحين ببنادق وبسيف مغربي وأحيانا بخنجر وقد تم استقدام انجليزي يسمى ماجور اوجيلفي لتدريبهم أما المدربين الفرنسيين الذين طلبهم مولاي الحسن فجاءوا متأخرين وأعطيت لهم مهاما أقل أهمية بتدريب المدفعيين في الرباط وطلبهم السلطان إلى جانبه حيث أولى أهمية أكبر للمدفعية التي يعتبر الفرنسيين ذوي خبرة فيها القبطان إيركمان وكان السلطان يولي أهمية كبرى لجيشه في الجنوب كان أم في الشمال من مملكته حيث يتعهده بالصيانة والتغذية والتسلح والمؤونة وقد حير مولاي الحسن بنشاطه العارفين حتى إنهم قالوا إن على رأس المغرب مولاي إسماعيل جديدا أحد أكبر سلاطيننا الماضيين حملات إلى تادلة ورغم الحصيلة الفلاحية السيئة فإن السلطان تحرك بالمحلة في فصل الربيع 3 ماي 1879 عبر السراغنة وانتيفة لإخضاع قبائل أي تعتاب الموجودين على ضفتي واد العبيد وكذا جيرانهم بني موسى بمنطقة دارولد زيدوح وقصبة بني ملال وبعد إخضاع هذه القبائل اتجه الملك ووزراؤه نحو مكناس وفي الطريق كانت المحلة تتدخل كالمعتاد ضد بن مطير الذين يخضعون دائما كل مرة كان فيها المخزن موجودا على أراضيهم ويتمردون بمجرد مغادرته لهم وقد تمت محاصرة الفوضويين في أكواري والحاجب وأرغموا على الخضوع وتسليم الرهائن التي سيضمنون بها خضوع القبيلة وتأدية الضرائب المتأخرة ومبلغا كبيرا تعويضا عن مصاريف الحرب لكن كان هؤلاء البرابر أكثر تعطشا للاستقلال فرام العقوبات الأكثر وقعا التي سحقتهم فإنهم كانوا يعودون دائما للتمرد حتى إنه أصبح التردد على بن مطير سنويا شيئا ضروريا للمخزن وقد مكث السلطان في مكناس ستة أشهر تقريبا وأثناء إقامته مرض السلطان مرضا شديدا حتى أنه انتشر خبر وفاته انتشارا كبيرا مما دفع بكثير من القبائل إلى التحرك والتمرد في يناير 1880 وبعد شفائه وصل مولاي الحسن إلى فاس حيث سيقيم أكثر من سنة عاملا بين الوقت والآخر على بعث أفواجه لمختلف القبائل التي لم تؤدي ضرائبها للمخزن فبعثت حركة القلاع في الريف مع مولاي الأمين ثم ثانية لجباله بضواحي وزان وفي الأخير تم تأديب أيت موسى وباستثناء هذه العمليات الصغيرة التي كانت ضرورية والتي لم تكن دائما دامية فإنه لم تكن هناك أشياء مهمة كالحروب مثلا حيث لم يخرج الفراغ وكانت البلاد في هدوء وسرور وفي ربيع السنة الموالية 1881 اتجه السلطان نحو مراكش حيث ستحل محلته عند زمور ثم عند زعير التي اجتاحها منحدرا نحو الشاوية معرجا على تادلة التي خضعت قبائلها البربرية كما استقبلت قبائل زيان أحد القواد مع قوات من أفواج المخزن والتي ستكون نواة قوة موحى أو حم المشهور وهكذا دخلت المحلة المنتصرة مراكش حيث ستقضي أربعة أشهر في الشتاء حملات إلى سوس وفي الربيع الموالي 1882 كان على السلطان أن يتدخل في سوس لأسباب مختلفة لا أفهمها جيدا لكن يبدو أن الإسبانيين عقب انتصارهم على سيد محمد بن عبد الرحمن كانوا قد أسسوا ميناء في أيتب عمران ناحية سيد إيفني وكان الناس يتعاملون معهم كما أنه ليس للمغرب سلطانا وهكذا عبرت المحلة الحوز مرورا بقصبة إيمين تانوت وبلاد حاحة لتصل إلى أجادير حيث يوجد قائد للمخزن ثم انطلقت بعد ذلك من أجادير عبر دفاف وادي سوس ثم دار الحاج العربي ثم تاجاديرت ثم أولاد سعيد لتصل إلى تارودانت يونيو 1882 البلاد هنا هادئة وفقيرة فقد كانت المحاصيل الفلاحية هزيلة جدا سنتين متواليتين نظرا لقلة المياه وعبرنا المنطقة دون إطلاق ولو رصاصة واحدة ولم يعرق العبورنا أحد وقد عمت المجاعة الجهة كلها حتى إن السلطان اكترى بواخر لنقل الحبوب إلى أجادير لما أونت هذه الأعداد الهائلة من الرجال والخيول وقد كانت تأتي هذه الحبوب من الجديدة مازاقان والدار البيضاء مما كلف مولاي الحسن أموالا كثيرة جعلته يقرر شراء سفينة للمخزن سماها الحسني جيدة الصنع وأكبر بعض الشيء من فرقاطه وقد كانت تقص حارا حيث عانينا كثيرا من مخاطر التعابين الطويلة والقصيرة الموجودة بالمنطقة خاصة بغابة أدميم التي منها يأخذ مروض الأفاعي بعضها لساحة جامع لفنة بمراكش فلم يكن يمر أي يوم دون أن تصاب عشرة أو عشرين بغلة ونجى العديد من الرجال من هذه السموم كل هذا يقع كما قلت لك والمؤونة نادرة والحرارة مفرطة وكانت الأفاعي السامة أكثر خطورة من الرصاص مما جعل أوضاع المحلة غير مستقرة ورغبة منه في معرفة موقع لتشهيد ميناء المخزن فإن السلطان غادر تارودانت في إثنان يوليوز عابرا ودسوس عبر هواره واشتوكه ليصل إلى ماسة أغبال على وادي ماسة ثم إلى أكل حيث كان على البواخر إنزال الحبوب الضرورية للمحلة لكن أحوال التقص المدطربة لم تكن تسمح لنا بإنزال ما يكفي لتهيئ ولو خبزة واحدة وكان ممكن أن ترسو هذه السفن بماسة أو أغادير وشرعت القوافل في تزويدنا منها بالحبوب لكن أعداداً كثيرة من الجنود فرت من أجل الحصول على الخبز وفي ظل هذه الظروف أصبح السلطان يفكر ملياً في الرجوع وقد كان السلطان في هذه المدة يتفاوض مع شريف تازر والت محمد أهاشم الذي كان له نفوذ كبير على كل سوس الأدنى من أجل الحصول على موقع مناسب لتشهيد ميناء بالمنطقة وقد كان السلطان بإجرائه هذا يفكر في تحويل الأنشطة الاقتصادية إلى هذه المنطقة حتى لا يكون مضطراً إلى استيلاف الميناء الإسباني أو جهة من الشاطئ حيث تمركز الإنجليز دون ترخيص بذلك مؤسسة ماكيوزي بطرفاية وكاب جوبي ويبدو أن مصب وادي آساكا كان أفضل موقع لذلك ثم بعث من أكل فوجان من الجنود نزلا عبر بلاد أيتب عمران الأول لإخبار الإنجليز بضرورة مغادرة إدارتهم والثاني بقيادة مولاي الأمين من أجل تأسيس الميناء الجديد وعندما رجعت هاتان البعثتان كان السلطان مستعجلاً للرجوع خاصة أن الماءونة قد قلت والحرارة شديدة حتى إنه لم نكن نتحرك إلا ليلاً وصلنا مراكش عبر آقادير وبلاد حاحة منهكين جداً عشر غشت 1882 وكان السلطان قد ترك في عين المكان طابور البوخاريين بقيادة العربي بن حمو معسكراً في قصبة أيتب عمران التي شيدت في موقع غير بعيد على البحر على الطريق المارة من أكلو إلى إفني كما أعطى الأوامر لبناء قصبة تيزنيت على بعد عشرين كيلو متر من الساحل حيث توجد عيون الماء والأراضي الخصبة وفي طريق العودة ولد مولاي عبد العزيز مما كان مناسبة لأفراح كبيرة عرفتها مراكش حيث كان الكل مسروراً ورغم هذا فإن هذه الحملة لم تعطي ما كان ينتظر منها مولاي الحسن وكان شريف تذروالت محمد أهاشم حفيد سيد إحمد موسى صاحب زاوية في الجبل قرب تيزنيت لم يعلن الطاعة بعد هو وعدد كبير من أتباعه وكذا القبائل المجاورة التي يرأسها حيث كانوا يبحثون عن التمرض ضد الإدارات العسكرية التي أسسها وركزها مولاي الحسن وقد كان تأثير شيخ الزاوية أقوى من تأثير السلطان ثم إن غلاء وصعوبة وصول المؤونة إلى المحلة لم يمكن المخزن من الإقامة مدة أطول في هذه الجهات دون حصاد خسائر أكبر لكن تقدم الأشغال بقصبة تيزنيت أظهرت للجميع أن عين مولاي الحسن ساهرة على سلامة هذه الجهات ورغم تلك المشاكل فإننا كنا نحتفل في هذه الحملة ونعتبرها انتصارا خاصة أنها عرفت ولادة مولاي عبد العزيز ابن لالة رقية وهي شركسية مفضلة عند السلطان حيث عمت الأفراح وانتشرت الحفلات التي حدثتك عنها وعندما انتهت الأمور كلها كما يجب أخذت الأفواج العسكرية عطلة كاملة وبحلول فصل الشتاء استمرت عملية ترميم الصفوف وبحلول فصل الربيع 20 ماي 1883 غادر السلطان والمخزن مراكش وهكذا مررنا بالطريق التي تعجب مولاي الحسن الآن عبر تادلة حيث جاء آلاف الفرسان الزيانيين للسلام على السلطان لكن كان على المحلة وهي تعبر بلاد أسماع له أن تخوض معارك ضد هؤلاء البرابر المحتمين في قصباتهم فحسمت المدفعية الموقف لكن تركنا في الساحة أكثر من 500 جثة بالمقابل وقد كان هؤلاء البرابر الذين يحمون نساءهم وأطفالهم وقطعانهم يستغلون مجيء الليل للخروج من القصبة في اتجاه الجبال وقمنا بعد ذلك بغارة لبلاد زعير في شهر ثم وصلنا إلى مكناس أكتوبر 1883 حيث قضينا فصل الشتاء وفي فصل الربيع انطلقنا نحو فاس عبر بن مطير واستغللنا فرصة المرور بهذه الطريق لنحاربهم كما جرت العادة بذلك وقد كان السلطان يرغب هذه المرة في محاصرتهم بمحلته كسمكة في شبكة لأنه منذ أن تظهر أفواج جيوش المخزن على أراضيهم إلا ويتفرق بسرعة كفراخ الحجل لقد كان مولاي الحسن يريد القضاء عليهم تدريجيا خاصة أنه لم تكن هناك فعلا حملات هذه السنة تجعلهم يقدمون إلى المخزن ليأسر منهم من مئة إلى مئتين سجين وكان السلطان قد عين عليهم هذه المرة قوادا أقوياء لإخضاعهم والحد من تمرداتهم المستمرة فعين وولد مامة على أيتب عثمان وشابون على أيت غزالة وولد تاراغت على أيت نامان وكان السلطان عازما على سجن هؤلاء الحمقى حين مجيئهم الضروري لتقديم إحدى الهدايا وكان السلطان قد أقام بعد ذلك قرابة أكثر من سنة في فاس ثم رجع إلى مراكش في غضون سنة 1885 وقرر إرسال حملة ثانية إلى سوس لأن العرب المعقليين قد تمردوا ثم إن الإنجليز شيدوا بنايات تجارية على ساحل طرفاية وأركزيز مما قد يزاحم نشاط مينائه بأساكا وقد كان هؤلاء الإنجليز ماكينزي بطرفاية وكورتيز بأركزيز يتعاملون في التجارة والمبادلات مع شيوخ المنطقة بمباركة وموافقة شاريف تازر والت وقد كانت هذه المحلة أكثر نجاحا من الأولى حيث بعث أمناء وممونين يعرفون المنطقة جيدا ولاحظوا أنه يمكن أن تصل المؤن بسهولة أكثر وأضمن وكانت جميع مخازن سوس مملوئة بالحبوب ثم إن تيزنيت ذات الأبواب الستة محروسة أكثر فأكثر من قبل سبعة طوابير المشاه وهكذا إذن غادرت المحلة مع السلطان مراكوش لتصل إلى تيزنيت 1886 وانطلاقا منها نظمت فرقتان للإغارة على أيتب عمران الأولى سوف تمر عبر الخط الساحلي لحراسة الخيام والنساء والموكب والثانية من الداخل بقيادة مولاي الحسن ليلتقي معا في أركزيس كما قامت تجريدة من الجنود على الجمال بقيادة السعلال المسفيوي والقائد مبارك ابن شليح بهدم كل بنايات ومحطات الأوروبيين التجارية ولم يكن هناك أي رد فعل من الأجانب الذين فروا في اتجاه بواخرهم التي كانت تنتظرهم في البحر ثم نزلنا بعد ذلك بوادي نون حيث فعلنا الشيء نفسه بالنسبة للمراكز السابقة لطرفايا فلم نجد أمامنا أي أوروبي ولم تكن هناك أي مواجهات أو قتلى أو على الأقل فيما أعلم وقد كان لميناء آساكا أهمية خاصة حيث تمركز به المخزن لتمر به المبادلات التجارية في أحسن الأحوال دون وساطة الإسبان المجاورين أما بالنسبة للإنجليز الذين طردناهم فقد وضعوا في الميناء لتعويض خسائرهم التي لحقت بهم أثناء الهجوم كما أخضعت أيضا تلك القبائل المتمردة بعد تراجع شريف تازروالت وإجلاء المخزن للإنجليز وتدمير منشآتهم وقوة ميناءنا الجديد آساكا كل هذه الأحداث جعلت المخزن يتقدم نحو وادي نون ليدخل قلميم في استقبال كبير ثم رجع بعد ذلك إلى تيزنيت وليزور مسجد ماسة ثم بيلاتشتوكا الخاضعة لقبائل هوارة تارودانت ثم واتسوس ثم ليحارب إذن أوتنان خاصة ليدخل في الأخير إلى متوقة استقبال المتوقي للسلطان لقد كان مولاي الحسن يفكر في سجن قائد المنطقة الحاج مسعود الذي بدأت أهميته تتنامى بشكل بارز وبوصولنا إلى دار القائد المتوقي فوجئنا باستقبال كبير مدهش كثيرا لقد كان مقامنا في هذه القصبة كله أفراح وحفلات لا تنسى وعندما جاءت القبيلة بالهدية في اليوم الموالي لاحظنا ضمن أشياء أخرى صفا من الرجال مرتدين ثيابا بيضا مصطفين على قرب ثمانمائة متر يحملون على ظهورهم أكياسا ثقيلة من الضروات بالإضافة إلى تقديمهم عشرة أو خمسة عشر بغلة جيدة وقوية صلبة مثل الجدران وخمس وعشرون إلى ثلاثين فرس جميل وقوي مزينين كلهم بالذهب والفضة حتى إن كل واحد منها يساوي مئات الضروات بالإضافة إلى الأثواب والزرابي ثم تقدمت بعد ذلك عائلة المتوقي بهدية خاصة حيث كنا نرى خيولا أكثر رشاقة وأكياسا مليئة بالقطع الذهبية وكان الحاجب الداهية بأحمد ابن سيموسى الذي ورث عن أبيه هذه المهمة يجامل الحاج مسعود والذي قال له في تواضع واتزان كل ما رأيت ليس شيئا ذابال فأنا مسرور وفخور فقط بهذا التشريف الذي تفضل به علي السلطان والذي شرفني بقدومه إلى منزلي وهذا بالنسبة لي ولأهلي حدث تاريخي لا ينسى فالآن يمكن لي أن أموت أو أسجن لا يهم إنها قمة السعادة عندما متعني الله بفرحة استقبال سيدنا بداري إن كلامك حلو كالعسل فالسلطان يشكر لك تصرفك وكلامك الجميل قل للآن ما طلباتك معروف صغير أوده منك أن تطلب من السلطان موافقته بإمكان زيارة أهل بيتي لنساء السلطان وتقديم الهدايا فأعطيه ما أراد بسرعة وعند مغيب الشمس شرعت نساء المتوقي في الذهاب عند نساء السلطان اللواتي تنتظرهن مزينات بالحلي داخل الخيام في الفراق فجاءت الزائرات راجلات دون حراسة ودون ثياب جميلة كما نجد عند الشلوح لكن كانت تحمل كل واحدة منهن على ظهرها جلد جدي مدبوغ محشو بالذهب وهكذا دخلت عند المرأة المفضلة عند السلطان للا رقية أم مولاي عبد العزيز التي استقبلتهم بحفاوة ثم وضعنا هدايا هن المقبولة لقد كان عدد نساء المتوقي يتراوح ما بين خمس وعشرون وثلاثون وكان مع مولاي الحسن أربعون امرأة حركة وكان السلطان الذي رأى وسمع كل هذه الأشياء قد وصل به الاندهاش أقصاه وقال لحاجبه ببا أحمد إن هذا المتوقي لا يستحق أن يسجن لقد كنت أريد القبض عليه لأنه متمرد دائما حتى إنني وأنا في مراكش فإنه كان يهجم على أولاد ابن أبي السباع وامزودة والشياظمة وحاحة ويدمر منازل قوادي وينهب الذهب والعبيد ويذبح الأغنام لكن رغم كل هذا انظر كيف يستقبلنا وانظر إلى أملاكه الكثيرة وممتلكاته الثمينة وأراضيه ذات القيمة الكبيرة وفي الحقيقة لا يجب اعتباره عدوا للمخزن بل دعامة له فعلينا تركه في أمان ونستقبل قبيلته دائما بارتياح أكبر وعلينا نحن الآن أن نقوم بدورنا بحفلات كبيرة يحس بها المتوقي أنه صديق لنا فأقيمت الحفلات ورقصت الرقصات وسمعت الموسيقى وقدمت الأطعمة الكثيرة ثم رجعنا بعد ذلك إلى مراكوش حيث سنقيم بعض الوقت ونظم السلطان انطلاقا من هنا أي مراكوش صوغة إلى سماع لبتادلة ليصل إلى مكناس ويحارب بن انطير حيث سجن قوادهم وأربعمائة من محاربيهم وبعد تعيين قواد جدد عليهم وصل المخزن إلى مكناس ومنها إلى فاس ووجدنا في ساحة المشور المكينة تشتغل تحت إدارة الإيطالي كامبيني حيث تصنع هنا كما قلت لك سابقا البنادق والمدافع من العيار الصغير والقطع النقدية لكن رغم اشتغال الآلة طول النهار فإنها لم تكن تعطي أسلحة أكثر للمحاربين وكان مولاي الحسن يولي اهتماما كبيرا لهذه الصناعة وفي سنة الموالية أي في ربيع 1888 أقام مولاي الحسن من جديد بمراكوش حيث كانت هنا عمليات ضد انتيفة وبني مكليد وأهالي جبل فزاز وفي هذه السنة تزوج مولاي محمد الإبن البكر للسلطان بمراكوش وعين خليفة على المنطقة محل مولاي عثمان الذي بعث مع المحلة لمحاربة تادلة لقد كان لمولاي الحسن عدة إخوة أعطاهم مراكز مهمة فبالإضافة إلى مولاي عثمان هذا الذي كان ولمدة طويلة خليفة على مراكوش كان هناك مولاي الأمين ومولاي عرفة الذي كان مختصا في العمليات الحربية والذي كان يذهب أحيانا مع المحلات ومولاي رشيد الذي كان عاملا على تافي لالت ومولاي إسماعيل الذي كان عالما مثقفا محترما جدا وبعد هذه الأحداث رجع السلطان إلى فاس حيث قرر زيارة شمال مملكته وهكذا عبر جبال إغمارة وزار الشاون وجبل العلم وتطوان وطنجة وأصيلة وفحس الريحان وواد المخازن والعرائش حيث عمل على تقوية أسوارها والقصر الكبير وحد كورت وواد سبو وبني أحسن وواد أردم ومكناس وواد النجا ثم فاس أحداث أيد سخمان وبعد إقامة بعض الأيام في هذه الحاصمة قرر الرجوع إلى مراكش وهكذا ترى أنه دائما على صهوة جواده مرورا من جديد ببني مكليدة حيث وصلنا دون مشاكل إلى خنيفرة عند موحى أحم الزياني الذي شيد قصبات قوية بطين الأحمر ويمكن أن يصفف في السهل ثمانية عشر ألف فارس مسلح ومستعد للحرق لقد كان دائما في مطاردة أيد سخمان المتمردين والمعتصمين بالجبال وكان السلطان قد ناقش مع موحى إمكانية بعث حركة من أجل مباغثتهم وإخضاعهم وهكذا كلف مولاي سرور ابن مولاي سليمان بهذه المهمة حيث وصل مع وحدته إلى الجبل ولم يرجع أي واحد منهم سوى مولاي سرور المكلف والحاج أحمد الخمار الذي يظن أن له يدا مع أيد سخمان ليحكي في المعسكر كيف مرت العملية عندما وصلت حركة المخزن إلى الجبل وعسكرت بالقرب من المتمردين جاءت بعثة من أشراف القبيلة بثيران التركيبة قائلين بأنهم مستعدون للخضوع والطاعة وأنهم لا يرفضون لا مؤونة المخزن ولا ضرائبه وأنهم مستعدون لأن يستضيف كل واحد منهم من عشرة إلى عشرين جنديا من الوحدة وهكذا احتفلوا برجال الوحدة الذين لم يسبق لهم أن كانوا في الجبل في جو عائلي وذكر الخمار المستشار بدور الضيافة من الجانب الديني وبأنها شيء محبوب في سائر بلاد الإسلام وبعد ذلك جاء الناس لمرافقة ضيوفهم إلى المنازل ولم يبق في المعسكر سوى حرص رمزي مع مولاي سرور وأحمد الخمار وعند غروب الشمس سمعنا طلقات نارية ثم خرج أحمد في هذه الأثناء من خيمة الشريف للوضوء ولم تكن تلك الطلقات في الواقع إلا مؤشرا على بداية المذبحة حيث كانت تقطع أعناق الضيوف المجردين من الأسلحة التي تركوها عن حسن نية خارج المنازل وبعد مرور دقائق عن سماع هذه الطلقات لم يبق أي شيء من الأفواج المخزنية فرجع أحمد الخمار إلى الخيمة بعد أن سمع ضجيج مواجهة الجنود لأيد سخمان الذين قتلوا الحراس وتفاوضوا فيما بينهم في الحصول على رأس الشريف الذي فر به بسرعة مرعوبا ليلا ليوصل خبر المصيبة الكبرى إلى معسكر خنيفرة وبعث على الفور عدة خازنية لإعلام السلطان الذي كان موجودا في حركة ببلاد بني مكليد وكان موحى أحمد قد جهز ثلاثة آلاف فارس وتحرك دون أن ينتظر السلطان في اتجاه تلك المناطق لكن بمجرد وصوله إلى عين المكان أدرك أنه لم يعد هناك أي شيء يمكن القيام به فلم يبق هناك أي أحد على قيد الحياة ثم إن قبائل أيد سخمان كانت قد تفرقت كما تتفرق الغربان بعد نهشها جثة ما وكتب الزياني الذي كان رجل الأمور بهذه الطريقة ومسؤولية هذه المأساة يتحملها السلطان نفسه الذي أرسل هذه الفرقة رغم معارضة الزياني عند هؤلاء الثعالب المتوحشين والذين يعرفهم جيدا وبالتالي لم يكن عليه مسهم وبالفعل انطلق موحى أحمد إلى أيت يعقوب أعيسى إحدى فخدات أيت سخمان فنهبهم وأخذ منهم الأسرى وكان السلطان الذي طال ما عانى من نذالة وجبن أيت سخمان قد بعث قسما من المحلة لتقوية الزياني أيام لينطلق إلى فاس حيث سيعدم الأسرى ويعلق رؤوسهم المقطوعة على باب محروق آخر المحلات وفاة مولاي الحسن 6 يونيو 1894 كان السلطان قد أقام مدة طويلة بفاس حيث ظل منشغلا بترميم جيشه وضم الوحدات وتهيئ أسلحتها ومؤنها وطلب البنادق من أوروبا لأن المكينة لم تعد تستطيع صنع سوى خمس بنادق في اليوم وكان قد بعثت حركة إلى تادلة ضد أيت أربيع وإلى الحوز لكن السلطان لا زال لم يلسه أيت سخمان وقرر القيام بعملية كبيرة ضدهم فكلف وزير الحرب سي محمد الصغير وكبير مدربي المدفعية مولاي أحمد أصويري مع أفواج القيش ووحدات قبائل تادلة وتردد في البداية على أيت مراح جيران أيت سخمان الذين كانوا يحاربون ضمن الصفوف المخزنية ثم جروا معهم قسما من وحدات تادلة بينما كان أيت سخمان الذين هيئوا هذه المسرحية يهاجمون فانهزمت المحلة وعنفت من جديد وتركت عدة قتلى وجرحى لتتراجع وتدخل فاس دون أن تستطيع إخضاع هؤلاء الجن أهالي الجبال سنة 1892 وصرح مولاي الحسن الغاضب عنهم أنه سيسحقهم فورا لكن عليه الآن الذهب إلى تافلالت موطن أجداده وسلالته فأعاد تنظيم محلته حيث وصل عدد أفرادها إلى 15 ألف رجل مسلحين ومجهزين بكل شيء وعندما اجتمع الكل على قنطرة سابو اتجه السلطان والمخزن نحو الجنوب عبر صفر وثم تاغازوت كيكو ثم إنجيل أيتيوسي ثم قصبة المخزن على وادي ملوية ثم تيزي تالغمت ثم زاوية وكيلة ثم واد زيز ثم قصر السوق ثم بوعام ثم قصبة مولاي رشيد خليفة تافلالت لقد جاء السلطان لزيارة قبر جده الأكبر علي الشريف وبعد مرور عدة أيام التحق به ابنه الأكبر مولاي محمد خليفة مراكش مع وحدات الجنوب التي انطلقت معه غلاوة ودادس وإمطر وتودغا وقد كان هذا السفر ناجحا حيث أظهر مدى ولاء الناس للسلطان في هذه المناطق النائية التي لم نر منها أي تمرد وهكذا خصصت كل قبائل الجهة استقبالا كبيرا للسلطان كما عززت المحلة بمحاربيهم أيت أيغلمان وأيت عطا وأيت مغراد وأيت قباش وأيت إزدك لقد كانت هذه الزيارة فعلا سلسلة من الأفراح وخلال الرجوع اجتمعت المحلتان لترجع عبر الطريق التي جاء منها مولاي محمد لكن كان فصل الشتاء نوانبر 1893 وكان البرد قارصا حتى إن بعض المشات قد انغرست أقدامهم في أوحال بلاد غلاوة ومباشرة بعد الوصول إلى مراكوش نزع مولاي الحسن من مولاي محمد منصبة ومهام الخليفة وموظفيه وخيوله وعبيده مؤاخدا إياه عن أخطاء جسيمة في تسيير العمليات الحربية وفتور في القيام بالشعائر الدينية وأعطاه دار مولاي الزين إقامة له وعين له فقيها يُعنى بشؤونه وقد كان الإبن الأصغر مولاي عبد العزيز محط اهتمام وعناية كبيرين لكنه لا زال طفلا لا يستطيع ممارسة مهام الخليفة وتم تعيين أخيه مولاي عثمان خليفة على مراكوش من جديد وخلال هذه الفترة دجمبر 1895 كان قد وصل سفير إسباني إلى مراكوش فقد كانت هناك مواجهات في مليليا بين الإسباني وأهل الريف عندما كان السلطان في تافي لالت إذ كان أهل الريف منزعجين من بنايات النصارى قرب أضرحة أوليائهم حيث كانوا يهدمونها ويعيدون بناءها مدعين أن السلطان أعطاهم الحق في التصرف في هذه الأراضي وكان السلطان قد وافق على دفع أربعة ملايين دور من أجل الحصول على سلام مع الإسبان لكنهم طلبوا بالمقابل ستة وقد كان يحس أنه ليس له من القوة ما يستطيع بها مواجهة الإسبان وهكذا مر فصل الشتاء بمراكوش عانى فيه السلطان من المرض عدة مرات وبمجيء الربيع كنا نهيئ للرجوع المعتاد نحو فاس لكن السلطان الذي لم ينس أي تسخمان كان قد عزم على مواجهتهم فنظم حركتان الأولى صارت عبر الطريق المعتادة بقيادة ابنه مولاي عبد العزيز ووصلت الثانية إلى تادل بقيادته ها هو الأمير الصغير يتحرك مع حركته في السابع عشر مايي الف ثمانمائة وأربعة وتسعين إنه شاب وسيم ثلاثة عشر سنة فوق جواد هادئ وتحت مضلة كسلطان وبالقرب منه كان يوجد السمحمد الأمراني النابغة المكلف بتربيته وزوج أخت مولاي الحسن وقائد المشور بالقاسم أحليلي وأيضا وزيره الأكبر سلعر بالمنيعي الذي كان مثقفا وعالما متشرعا مات بعد مدة بطنجة مختنقا بغازات الفحم الخشبي إنه بالفعل قصر صغير يتحرك مع هذا الطفل وقد كان الناس يتزاحمون خلف أبواب المدن لرؤية الموكب حتى إنه كان يقال إن هذا الأمير الصغير يشبه مولاي الحسن في كل شيء وأنه سيكون دوره لامعا كما يعوض الربيع فصل الشتاء حاملا في يديه الصغيرتين الأزهار والرفاهية للعرش وقبل الانطلاق كان أباه قد ألبسه بدلة عسكرية لا يستطيع خلعها ورافقه المخزن طويلا في البادية ولم يغادره إلا كرها وقد كان على مولاي عبد العزيز أن يصل إلى الرباط دون توقفات حيث سيقيم بعض الأيام في انتظار أبيه وبعد انصرام مدة عن هذه الانطلاق التي أحزنت الجميع ترأس مولاي الحسن رغم مرضه وبعد مغادرته مراكش في 22 ماي 1894 حركة أخرى صحبة كل خدم قصره فقد كان يريد أن ينكل في طريقه بأيت سخمان قتلة مولاي سرور وهكذا انطلقنا عبر زاوية بن ساسي وتام لالت الجديد حيث زار السلطان داري حسيد رحال والقناتر بسراغنة وواد تاساوت وجمعة نتيفة وطابية على وادي العبيد ودارولت زيدوح على ضفاف أم الربيع واشتد المرض على مولاي الحسن بالوصول إلى هذه المنطقة فبعد صلاة الصبح كان السلطان يجد صعوبة بالغة في الدخول إلى خيمته وهكذا فرشت الزرابي والأفرشة بسرعة حتى يتمكن من الاستراحة أكثر وقد كان على المحلة أن تبقى تسعة أيام بدارولت زيدوح دون تحرك وسارع الحاجب السي أحمد بن موسى المعروف أكثر باسم باحمد ليقول له ماذا هناك سيدي؟ آهن إنك متعب فعلا ولن تستطيع إتمام الحركة فمن الأفضل أن نرجع إلى مراكش وأن يكلف محمد الصغير بإتمام العمليات التي خططت لها فقال السلطان مزيان كنت أظنك رجلا خدوما لكن تبين لي أنني كنت مخطئا كيف؟ فإذا كان جدي سيد محمد بن عبد الله دفين الرباط رحمه الله قد توفي بتادله تريد أن يرجع حفيده الأصغر إلى مراكش فلابد أن أذهب إلى الرباط ولن أرجع إلى مراكش ولو كلفني ذلك حياتي فلن نغير شيئا من قدر الله وبعد أن استرجع نفسه بصعوبة قبض صدره لأن جانبه كان يتمزق ألما وقال بصوت منخفض آه مولاي عبد العزيز فصار خبا أحمد مدعورا ما بك سيدي إني أحس بألم شديد وأحب أن يكون مولاي عبد العزيز بجانبي في هذه اللحظة بدل أن ينتظرني في الرباط فقال له باحماد فما يخيفك سيدنا لا أخاف شيئا لكن قد أموت بين الفينة والأخرى ولا أعلم هل سأصبح غدا أم لا وعند سماعه هذه الكلمات بك أبا أحمد وانحنى على رجلي مولاي الحسن فقبل قدميه وقال له الله يحفظ سيدنا وأذهب الله عنك الألم الذي تعاني منه ودعواتي لك بصحة وطول العمر ثم ساد الصمت مدة طويلة كان فيها السلطان يعاني من آلامه ثم قال ماذا تريد أبا أحمد المسكين فلا أستطيع فعل أي شيء لا أنا ولا أنت فقال الحاجب إذا كانت الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى فإننا نتمنى من الله عز وجل أن يؤخرها بعض الشيء وإذا كان مولانا السلطان يرغب في أن يصبح مولاي عبد العزيز سلطانا مكانه فهذا أمر سهل فكل شيء جاهز ماذا كل شيء جاهز هل تمزح فإذا وليت وجهي من يضمن لي بأن العمل سينجز ويطبق خاصة أنه لن تعود لي عيناني آراه بهما من يمارس الحكم فلا يقلق سيدنا سيمر كل شيء بخير ما عليه سوى أخذ ورق ليكتب ما يريد أن يحصل وستكون أوامره وتعليماته محط طاعتنا وستطبق كما هو الشأن في حياته وما دام السلطان يريد ذلك أي تولية مولاي عبد العزيز من قبله فالله ينصر مولاي عبد العزيز لديننا ودنيانا وبعد كتابة هذه الكلمات أعطى أوامره بتطبيق ما جاء في الوثيقة وأقر صحتها وأضاف أنه يجب أن تأخذ بعين الاحترام والتطبيق بعد وفاته ثم أخذ الحاجب الوثيقة وقال حفظ الله صحتكم اسمحوا لي بالخروج سيدنا وخرج من الفراغ وأرثل في طلب كل الوزراء الذين التحقوا بخيمته فتحلقوا حوله فكان هناك الوزير الأول الحاج المعطي الجامعي وأخوه سيد محمد الصغير وزير الحرب ووزير المالية موحى التازر باطي ووزير الشؤون الخارجية وزير البحر سيف الضول غريب ووزير الشكايات سعلال المسفيوي وأمين الحسابات أو كاتب الحسابات العرب الزبدي وقائد الجيش الكبير للمحلة باحمد الشرقي ثم توجه إلى المسفيوي بعد أن أظهر له الوثيقة أي الوصية وقال له هذه أوامر سيدنا ويجب أن تطبق حرفيا عندما يحين الوقت فكن على علم بهذا ووقع بعد ذلك فاندهش الوزير عندما قرأ هذه التدابير الوصائية ورفع رأسه ناظرا لباقي المترقبين وقال يجب التوقيع إنه بالفعل خط السلطان ثم أعطى الوثيقة إلى الحاج المعطي بعد أن أطلع عليها ووقعها ثم إلى محمد الصغير لكن في الوقت الذي كانت تتجه فيه الوثيقة نحو العرب الزبدي انتزعها بباحمد حتى لا يستطيع الزبدي ومن معه ممن كانوا معارضين له قراءتها والتفت نحو السعلال المسفيوي وقال له ماذا ترون في كلام سيدنا ليس لدينا ما نقول إنها أوامر السلطان واضحة وبخط يده وليس علينا سوى العمل على تطبيقها في الوقت الذي يختاره الله سبحانه وتعالى فوقع باقي من لم يوقع باستثناء العرب الزبدي والآخرين الذين أدركوا أن الأمر يتعلق بخلافة في الملك لكنهم سكتوا خوفا من باحماد القوي ثم نهض هذا الأخير تاركا الوزراء ورجع إلى السلطان الذي كان يتلوى ألما فوق إحدى الزرابي ودون أن يقول أي شيء بسط باحماد أمام السلطان الوثيقة التي قلت لك بعد أن وقعها الوزراء فقال له مولاي الحسن الله يرضع لي كباحماد ثم رجع هذا الأخير إلى الوزراء وقال لهم هذه أوامر تعليمات سيدنا فأنا أرتضيها وأدافع عليها بكل حماس وغيره وسأحتفظ عليها دائما ثم تفرق الوزراء كانت الساعة الرابعة مساء تقريبا حينما حاول السلطان الخروج لصلاة العصر خيمة المسجد توجد في الخارج قرب الفراغ لكن بعد خطوات قليلة لأنه كان يتحرك بصعوبة للوصول إلى الخيمة سقط السلطان مغمى عليه نصفه فوق الزربية والنصف الآخر على الأفرشة فأقيم وصب على وجهه الماء البارد وطلب الفقيه الحاج الهاشمي الرجراغي الذي كان عالما كبيرا وشيخا مسنا يبلغ من العمر مئة سنة فتقدم منحني الذهر والشيب يغطي وجهه ثم جلس بالقرب من السلطان يحدثه بهدوء ليتجلد ويصبر ناصحا إياه باستقدام القائد ماكلاين الموجود في الحركة مع طابور الحرابة لأنه كان يحمل معه دائما حقيبة فيها أدوية إنجليزية لكن عندما استشير ماكلاين رفض إعطاء أي دواء إلا بعد فحص السلطان فقال له باحماد لا يمكنك رؤيته لأنه متعب جدا فأعطه فقط دواء من أجل إعطائه قوة أكثر فأجابه ماكلاين يجب رؤية المريض أولا قبل إعطائه أي علاج فلا نستطيع إعطاء دواء للكبد إذا كانت الكلا هي المريضة أو مسحوقا للمعدة إذا كانت الرئتين هم المصابتان فقاطعه الحاجب بسرعة ونبرة أكثر حدة فقال الإنجليزي اذهب قل ما شئت لن أعطي أي شيء فالأمر يتعلق بسلطان فلو أني أعطيت أي دواء وتوفي بعد ذلك وهذا أمر قد يحدث في أي لحظة سأتهم بأني كنت السبب في موته ثم ول ذاهبا مر الوقت حل الليل كانت الساعة التاسعة مساء حينما لاحظت أمة سوداء كانت ساهرة بالخيمة أن تنفس مولاي الحسن قد توقف فشرعت في الصراخ لكن ابا أحمد الذي لم يكن بعيدا منها سارع إليها وأسكتها ثم دخل إلى حريم السلطان حيث وجدهن قد استفقن وشرعن يبكين لأن منهن من سمع صراخة الكلأمة التي يعرفن أنها كانت في الخيمة أصمتن جميعكن كفى فإني أمنعكن من الصراخ واعلمن جيدا أننا في بلاد عذو فإذا سمعت القبائل صراخكن وأن السلطان قد مات فإننا سنؤكل وستصبحن إما مسبيات مغتصبات أو مقتولات أو إماء فاهدأنا إذن وكفكن دموع كن ثم إني إذا سمعت صارخة من كن فسأقطع لسانها بالمقص ولا تنسين شيئا فإذا توفي السلطان فقد مات قبله كثيرون في انتظارنا ساعة لقاء الله جميعا واعلمنا أيضا أن للسلطان أبناء كثيرين مستعدون للحلول محله والآن الصمت والسلام ثم خرج وطلب قائد مولي الفراش المكلفين ببذل وألبسة السلطان وقال له أحضر الآن وبسرعة بدلة صوفية كاملة لسيدنا فقد تصبب منه عارق كثير فأحضرت البدلة وأدخلها القائد وسأل أبو أحمد هل تليق بسيدنا؟ فأجابه نعم إنها مناسبة للعارق وقد كان مولاي الحسن يكرر مرات عدة في حياته أنه يرغب إذا مات أن يغسله السي إبراهيم الضرير الذي كان فقيها أعمى موظفا في مدرسة الشرفاء فأحضر هذا وغسل الجسم بصب الماء الساخن في الخيمة أي الحمام دون أن يفصح له عن اسم هذا الميت الذي بين يديه ثم ألبس السلطان بعد ذلك ثيابه التي جاء بها قائد مولي الفراش وعند الانتهاء من كل هذه التدابير استدعى أبو أحمد كل الوزراء الذين حددتك عنهم قبل قليل وقائد المشور إدريس بن العالم واستغربوا من هذا الاجتماع الطارئ والاستفاقة في مثل هذا الوقت من الليل وقالوا كيف حال السلطان فقال أبو أحمد إنه بخير لقد استرجع قواه البارحة وفتح عيناه وقد جمعتكم لأخبركم بأمر صادر عنه فاجلسوا الآن لدي بعض ما أقول لقائد المشور فخرج مع إدريس بن العالم واتفق معه ثم رجعا إلى الاجتماع وقال لهم بأحمد بعد أن ناداهم كل باسمه أنتم جميعا من ناديت عليكم حفظكم الله ورضي عنكم أتوجه بالخطاب وبصفة خاصة إلى السعلال المسفيوي أكبرنا سنا وأكثرنا نصحا لا أقول لكم إذن نحن كلنا متضامنين والمخزن معكم أيضا فإني سأقول لكم سرا لا أريد أن أكتمه عليكم مدة أطول لقد وافت منية الله سبحانه وتعالى سيدنا مولاي الحسن حشره الله مع الصالحين وطيب تراه فاندهش كل الوزراء وقالوا آهن إنا لله وإنا إليه راجعون كل شيء هالك إلا وجهه لقد كان سيدنا مريضا جدا للقيام بهذه الحملة إلى غير ذلك مما يقال في مثل هذه المناسبات لكن أبو أحمد قاطعهم وقال الآن لما علمتم أسكتوا واستمعوا لي جيدا فكلنا إخوة على حد قولكم قبل قليل وكلنا أصابع يد واحدة خاصة في الظروف غير المنتظر هذه التي نمر بها الآن فنحن جميعا في بلاد عدو وأعتقد أنه عليكم التزام الصمت بخصوص ما قلته لكم قبل قليل فهدفنا الأكبر هو عدم انتشار الخبر ولا ننسى أيضا أن أرواح رجال المحلة أمانة في أعناقنا وإذا أفشيتم نبأ وفاة مولاي الحسن ووصل إلى القبائل المتمردة فإنها ستهجم علينا وتسحقنا وتنهمنا بعد أن تحاصرنا من كل الجهات وحتما ستؤكل المحلة لهذا يجب التزام السكوت الحذر إلى حين وصولنا إلى بلد صديق فقال السعلال المسفيوي هذا هو عين العقل وقال ابو أحمد إذن ماذا تودون فعله وأي طريق يمكن أن تسلكها المحلة فقال السي محمد الصغير والعرب الزبدي والآخرين من معارضي الحاجب علينا أن نرجع إلى مراكش التي ليست سوى على بعد مراحل فنجمع الأعيان ونعلن مولاي أحمد سلطانا جديدا ولم يعودوا يفكرون في وثيقة ابو أحمد التي وقعها كثير منهم وظنوا أن الأمر لا يتعلق سوى بإجراء شكلي بسيط لم يكن الغرض منه سوى إرضاء رغبات إنسان في آخر لحظات حياته هذه ليست وجهة نظري فلا شيء يستعجلنا على إعلان سلطان جديد وللسلطان والحمد لله عدة أبناء يمكننا أن نختار منهم أما إذا رجعنا إلى مراكش فإننا متيقنون أننا سنهاجم وننهب لأننا لم نرقط المحلة ترجع إلى مكان ما من نصف الطريق ثم إن الطريق الذي جئنا منه حتى وصلنا إلى هنا ليس آمنا كثيرا فما علينا فعله هو ما يلي سنرفع المعسكر صباحا حيث سنعبر أم الربيع عبر خميس بني عمير ثم نمر إلى بني مسكين ومن هنا نستطيع عبور الوادي من جديد إلى مشرع بن خلو والوصول إلى مراكش عبر الرحامنا وبهذه طريقة نكون قد أخذنا طريقا جديدا ولن يهاجمنا أي أحد لكن لنحتفظ بالسر حتى نصل إلى قبيلة صديقة فما قلته لكم سر لا يعلمه أحد سواكم فقال الباقي جيد ما قلته معقول وسنلتزم بموافقتنا فأعطيت الأوامر إلى مختلف القواد من أجل رفع المعسكر منذ الفجر وقد كان عبور الوادي بطيئا وعملت وحدات تادلة على تأمين الطريق حتى لا تهاجم المحلة من الخلف فهدمت كل الخيام تلو الأخرى وعندما أنزل الفراك كنا نرى محل السلطان بين بغلتين ورغم الستار المسدول أمامنا فإن مولاي الحسن يظهر جالسا بالداخل فانحنت القبائل كالعادة الله يبارك فعمر سيدي ثم سار عب أحمد وبعض العبيد للإنحناء أمام المحل وكان يدخل إلى الداخل باحترام ثم يرجع لينادي على هذا أو داك منحنيا أمام السلطان باحترام وقال نعم سيدي ثم أعطى الأوامر إلى من بالخارج الحاج مسعود إن سيدنا يأمرك بأن تتحرك في الجانب الأيمن للمحلة وبكذا وكذا وطيلة حياة مولاي الحسن فإنه لم يعطي قطا أوامر إنها فعلا مخزنية حقيقية هاته التي يمارسها باحمد أمام نعش السلطان أما أنت الحاج محمد ويلد بن داود فقد عينك سيدنا في الحراسة الأمامية حيث ستنزل المعسكر بالبروج لأن السلطان يود تنظيم سوغة ضد الفوضويين بقراقرة بني مسكين ويأمرك بأن تكون مستعدا لكل طارئ وانتظار الأوامر بالبروج ثم حضر كل الناس المدعوين وبقوا على بعد مسافة متبعين أوامر القيادة وانحنوا أمام المحمل ثم رجعوا إلى مراكزهم وكانت كل القبائل التي تمر منها المحلة تأتي لتنحني أمام السلطان وتبارك قدومه ولم يبق على هذه الضفة من الواد سوى البخاريين وقبائل المخزن في وقت كان فيها عبداني بالمحمل على البغلتين وكان السلطان يرى من بعيد جالسا من الجهة التي ليس فيها ستار وعبرنا الواد ببطء كما هي العادة إذا كان هناك مريضا لكن كادت البغلة الأمامية أن تسقط وسط الماء لولا أن استرجعت توازنها بسرعة وفي هذه اللحظة بالذات علم العبيد الذين كانوا جوار المحمل وهم يرون جسم السلطان ينزلق أماما أن السلطان قد مات لكنهم تابعوا الطريق في هدوء وكان ابدا أحمد الذي يوجد في الجهة الأخرى ويتبع المحمل قد سارع إلى إعادة التوازن إلى جسم مولاي الحسن لأننا كنا نراه يفتح البوابة وينحني من جديد ويقول نعم سيدي ثم التفت إلى باقي من يمر أمامه وصاح إن السلطان يطلب ملمع إنه يريد أن يشرب فسارع ملمع ليصب الماء من البرادة في الكأس ليعطيها للحاجب الذي مدها بدوره إلى السلطان بالداخل وبعد مدة أرجعها فارغة وعلى طول طريق إلى البروج كان القواد العسكريون وقواد القبائل يترددون بعد الاستدعاء على محمل السلطان لسماع الأوامر والتعليمات وإيصال المستجدات إلى السلطان وقد كان ابو أحمد المضحك هو من يقوم بهذه المحادثات حتى الوصول إلى البروج وأخيرا وصلنا فدخل السلطان إلى الفراغ راكبا دائما كما علمت قبل وصوله لكن ما كاد ليستقر في مكانه حتى نودي على كل القواد ورؤساء العسكر للاجتماع في خيمة المسجد المبنية كالمعتاد قريبا من باب الفراغ وكان ابو أحمد موجودا مع الوزراء حيث قال متوجها بالخطاب إلى إدريس بن العالم والقواد اسمعوني جيدا وأنتم كلكم قواد ما هو المخذن؟ إنها خيمة كبيرة شبيهة بهاته فمن أجل بنائها وتدعيمها ضد العواصف والرياح فلابد لها من دعامات وإن العمود المحوري وسارية الخيمة التي ترفعها هو السلطان ومختلف الأوتاد التي تحيط بها وتشد جوانبها حتى لا تقلعها الرياح هم القواد أي أنتم وبهذا تلاحظون مدى أهميتكم في الحفاظ على هذا الصرح وقد استقدمتكم لأذكركم بهذا الدور قبل أن أخبركم أن سيدنا مولاي الحسن قد مات وأن سيدنا ومولانا الآن والذي يجب أن يعلن سلطانا هو مولاي عبد العزيز تبعا للإرادة الأبوية والتي وقعها هنا كل الوزراء لا ينصر سيدنا ومولانا عبد العزيز ابن سيدنا مولاي الحسن ثم أظهر الوثيقة التي حدثتك عنها أعلاه وعقب هذه الكلمات اختلفت وجهات نظر المجتمعين حيث رأى بعضهم أن الخليفة لا زال صغيرا بعض الشيء لكن خضعوا لرغبة المرحوم المكتوبة فنودي على البراح الذي طاف في أنحاء المحلة معلنا وفاة السلطان مولاي الحسن وتولية مولاي عبد العزيز هذا في وقت كانت فيه المدفعية تطلق خمسين طلقة تكريما للسلطان المرحوم واحتفالا بالسلطان الجديد ثم حبلت جتة السلطان إلى الخيمة الحمام من جديد وغيرت ثيابها كما لو كانت ستوارث تراب ثم إن هذا المكان الذي غسل فيه السلطان للمرة الثانية أصبح مكانا مقدسا قرب البروج وعندما انتهت كل تدابير الدفن هذه جاء إلى الخيمة أي المسجد بكتاب صحيح البخاري للقسم بالوفاء للسلطان الجديد وعلى طول الطريق كان يحمل هذا الكتاب الشريف على حصان خاص قرب الشريف وكان يحمل في محطات الاستراحة إلى خيمة السلطان الخاصة لتربية أبنائه ولم تمر هذه المراسيم دون مشاكل سببها بعض الوزراء من معارضي باحماد وبصفة خاصة سلعر بالزبدي والسي محمد الصغير اللذان قال بأن مولاي عبد العزيز لا يزال صغيرا جدا وأن السلطان الفعلي سيكون هو باحماد وأنه يجب استشارة العلماء في الأمر وأنهم مستعدون للامتثال إلى أحكامهم لكن أخبرهم إدريس ابن العالم أنهم لا يلوموا إلا أنفسهم إذا رفضوا الوضع الجديد وليحصلوا على أي شيء خاصة أن باحماد له نفوذ قوي وماكر وعلى علم بكل أسرار السياسة وأنه يملك وثيقة كتبها مولاي الحسن قبل وفاته ووقعها كل الوزراء تقريبا أوليس كل هذا كافيا لترك الأمور تسير بشكل عادي وأنه لا يمكن تأخير هذا التدخل حتى نصل إلى مراكش في حين أقسم الكل جماعات وأفراد ووزراء وكتابهم وقواد الرحى والخلفاء وقواد المئة وكل مكلف بالقيادة على المصحف الشريف ووعدوا بعد أن علموا بتولية سيدنا مولاي عبد العزيز باحترام الوصية البقررة وبأن يبقى كل واحد منهم في مركزه وأن لا يتجاوز مهامه ويحترم حق جيرانهم وتم بعد ذلك تحرير رسالة حملها عدة خازنية إلى مولاي عبد العزيز يخبر بأن أباه المحبوب قد لبى نداء ربه وبأن كل أعيان المخزن وقواد الجيش قد أعلنوا ابنه المحبوب مولاي عبد العزيز سلطانا للبلاد وفقا لرغبة المرحوم مولاي الحسن وبأنهم يتقدمون جميعا بالتحايا والتبريكات ثم غادرت المحلة البروج لكن بدل الرجوع إلى مراكش كما كان مقررا فإنها اتجهت نحو الشاوية وأصبح الآن من الضروري كما قال ابا أحمد الذكي حمل نعش مولاي الحسن في أقرب وقت إلى القصر الملكي بالرباط لأنه كان يرغب أن يدفن إلى جوار جده سيد محمد ابن عبد الله وكان مولاي محمد ولي العهد الأصلي الذي كان شخصية مثقفة قد بقي مع أصدقائه الكثيرين بمراكش ووصلت المحلة إلى قصبة ابن أحمد رغم بعض اضطرابات أفراد من قصبة مولاي الطاهر ثم وصلت بعد ذلك إلى دار القائد المعطي وأخيرا إلى مزنيقة لقد كان الفصل صيفا أواصط يونيو وأصبح نعش مولاي الحسن مهددا بالتعفن من جراء مراحل الرحلة المتعبة وهكذا وصلنا بسرعة إلى أكدال في أواسط دار المخزن حيث فتح باب خاص لإدخال النعش وكما تعلم فقد جرت العادة أن لا تدخل جنازة الميت من نفس الباب الذي يدخل منه الأحياء فجرت مراسيم التعازي العادية ودفن مولاي الحسن في قبة القصر بجوار سيد محمد بن عبد الله وكان السلطان الجديد قد وصل عبر طريق بوزنيقة محروصا بمن رافقوه من مراكش فاستقبله جميع الوزراء بآيات الولاء والإحترام الكبير والتقبيل على الكتف وكان بعض الحضور قد قفز ليتقرب من السلطان الجديد لكن الباحماد الحسود كان يعمل أساسا على فرض تأثيره في الأحداث والبحث عن الحفاظ على الطفل الصغير الذي لولاه لما أصبح سلطانا ثم تنحية الجماعات المتملقة فأخذ مولاي عبد العزيز إلى جواره وأعطى الإشارة بالانطلاق نحو الرباط وقد كان الجنود معسكرين في أكدال الكبير في حين كانت وحدات القبائل تتجمع خارج المدينة من شالة إلى باب القبيبات وبعد أن حضي السلطان الجديد بآخر التشريفات كتب إلى أهم مدن المملكة لإخبارهم بالوضعية الجديدة معلنا إلى كل الخدام المرضيين والموظفين والقواد والشرفاء وفاة مولاي الحسن وتولية العرش طالبا من مدينة أن تبعت ببيعتها إلى شخصيته الشريفة وقرأت هذه الرسائل في المساجد فجاءت الأصداء حيث اعترفت كل المدن مكناس وفاس ومراكش وطنجة بمولاي عبد العزيز الذي عينه مولاي الحسن وسلم له البركة سلطانا فسار عبا أحمد الذي كان يعمل منذ البداية إلى أن يصبح شخصية رئيسية إلى تنصيب نفسه وزيرا أولا وكان أول ما قام به هو سجنه لكل معارضيه في مكناس أما هؤلاء الذين يزاحمون في المكانة أي الحاج المعطي والسمحمد الصغير والعرب الزبدي فقد أرسل بعضهم إلى تطوان المعطي والصغير والإثنان من عائلة الجامعي أما العرب الزبدي فأرسله إلى آسفي وكان سجن هذا الأخير محط احتجاجات القنصل الألماني فالزبدي كان محميا من الألمان لأنه يحافظ على مصالح هذه القوة لكن الوزير الأول كان قد رد على طلبات القنصل بما يلي إذا تماديت في احتجاجاتك فسأكون مجبرا على شواء العرب الزبدي في السفود لهذا أرجوك أن تترك هذا الموضوع جانبا لأنك تتعلق بموضوع لن تجني منه كبير ربح لا أنت أو غيرك ومن الأحسن أن يبقى حيث هو الآن وهكذا تمت الأحداث وركز ابباحماد إخوته جواره في المخزن حيث أصبح السيساعيد وزيرا للحرب والسيدريس حاجبا للقصر وهكذا عوضت عائلة ابباحماد عائلة الجامعي في المخزن ترجمة نانسي قنقر